اهلا بكم في حلقة جديدة هنتكلم فيها عن ايه اللي بيحصل لنرجسي لما بتبطل تتكلم معاه او بتصمت تماما ناس كتير يا جماعة بتستهين جدا بالصمت وقوته والنتاج اللي انت بتحصل عليها لو استخدمت الصمت ده كسلاح ضد النرجسي في الوقت اللي انت لو بتتعامل مع نرجسي مدمر فالصمت ده بيكون اقوى سلاح فعلا في الفيديو ده هقولك ايه اللي بيعمله الصمت في النرجسي ويلا بينا نبدأ حلقتنا على طول قبل ما نبدأ التفاصيل يا جماعة عايزين نعرف ونفهم حاجة مهمة جدا اننا لما بنتكلم عن اشخاص نرجسيين لازم تفهموا كويس قوي ان احنا حرفيا بنتكلم عن ناس مصصين للدماء والطاقة بينتعشوا جدا لما بيحولوا حياتنا لفوضى وجحيم وهو ده بالضبط سبب انك بتلاقي النرجسي على وشه بتسامة انتصار لما بيلاقيك عايش في تعب وعدم راحة حولوك لانسان دايما تعبان وقلقان ومش مرتاح وهو اللي انت فيه ده هو مصدر الغذاء النفسي لهم واللي بيعيشوا عليه زي بالزبط مصاص الطاقة او مصاص الدماء اللي بيعيش على دم الضحية للأسف يا جماعة النرجسي بنفس الوصف ده بالزبط يعني بالزبط كده تخيل واحد بيكون سعيد وقت حزنك ومرتاح وقت تعبك علشان كده بعد كل اللي قلناه ده لما بتنفذ الصمت التام مع النرجسي الصمت اللي هو نابع من اقتناع جواك ان هو ده الصح واللي المفروض تعمله بهدف انك تتعب النرجسي او تنتقم منه وتكون بتنفذه بكل هدوء وثبات معناه انك بتقول للنرجسي انت ملكش اي اهمية وان انت خلاص غير مؤثر فيه نهائيا بالزبط كده بتقوله ان الامداد النفسي النرجسي اللي انت منتظره مني خلاص مش هتلاقيه مرة تانية يعني انت بتقطع عن النرجسي الغذاء اللي عايش عليه اللي هو رد فعلك وعصبيتك وتعاملك مع استفزازاته وإساءاته أهم شيء انت بتعمل كده تكون حاسس من جواك بالسيطرة على نفسك والتحكم الكامل فيها وتتحكم في عواطفك بكل هدوء وثبات أهم شيء ان النرجسي يلاقي فيك السبات ده مش صمت وانت جواك هذا انفجر ويحس النرجسي بكده اللي بتكلم عنه يا جماعة ان النرجسي يوصله انك خلاص متحكم تماما في نفسك وفرد فعلك بصمتك اللي معناه انه ما بقاش له أدنى تأثير ولا سيطرة عليك ولا على مشاعرك ولا على ردود أفعالك اللي هو اللي انت بتعمله ده يعطب لجماعة تجويع للنرجسي لحاجة واحدة محتاجها علشان يفضل عايش بيها علشان يفضل دايما حاسس بأهميته انت هنا بتاعتبره ميت غير موجود بالمرة انت تقريبا ما بقتش شايفه صدقني انت بجد تسببت للنرجسي في جوع رهيب وبقول جوع لان احنا بنتكلم عن انك حرمته من الغذاء اللي هو عايش عليه منك الامداد النرجسي انت بالزبط بتقوله ان انت خلاص انتهيت بالنسباله وما بقاش عندك اي حاجة تقدمها له لازم يبدأ يفكر انه يشوف مصدر تاني يتغذى عليك الاهم في الطريقة دي انها بالفعل فعالة جدا مع النرجسي لو طبقتها بكل سبات وهدوء للنهاية بتخلي النرجسي فعلا يدرك تماما انه فقد السيطرة عليك وانه محتاج يشوف حد تاني بسرعة يعوض بيه غيابك ده اكيد مش بيسيبك فورا ولا بسرعة هتفضل محاولاته اساليبه المتلعبة علشان يرجعك زي ما كنت او ان انت تضعف وما تقدرش تكمل ولكن في النهاية هيسيبك بكل تأكيد لانه لا هيتعب ولا هيفقد الامل بسرعة اوعدك بجد وانا متأكد جدا ان انت لو قدرت تدعامل النرجسي بالزبط كأنك مش شايفه ولا مهتم به نهائي ان دي اسرع وسيلة للتخلص منه تماما انا عارف برضو ان الموضوع هيكون صعب مع ناس في ظروف معينة زي اللي مثلا لسه متعلق او من الصعب عليه عدم التجاوب او التفاعل مع النرجسي او الناس اللي معتمدين دايما بشكل اساسي على النرجسي في نواحي كتير من حياتهم زي الاقامة وزي المصاريف بكل تأكيد يا جماعة العلاقة النرجسية في منطقة الصعوبة والشفاء والتعافي منها برضو في بعض الصعوبات ولكن مش مستحيل لان انت لازم تبقى عارف ان علاقتك بالنرجسي ده عبارة عن ضمار واستنزاف تام ولازم تبزل مجهود لايقاف الاستنزاف والضمار ده كمان اللي ما بيقدروش يا جماعة على الطريقة دي اللي متعاطف اوي المتعاطف بشكل كبير اللي النرجسي بيستغل التعاطف ده بشكل احترافي جدا معاه ولكن صدقوني الطعاطف الكبير ده اكتر حد يستهل هو نفسك طعاطفك او طعاطف اكتر مع نفسك واهتم بيها اكتر من اي حد تاني بيأذيك وبيدمرك لازم تعرف كويس انت بتعمل ايه في نفسك لما بتتعامل مع شخص السام ده الشخص ده مدمر تماما ليك طعاطفك في الحالة دي بيدرك وبيأذيك بشكل فادح لانه بيتم استغلال الطعاطف ده ضدك انت حط ده في اعتبارك وانت بتتعامل مع شخص نرجسي سام لو فكرت في كل الكلام ده هتلاقي نفسك عندك القدرة على انك تاخد خطوات في اتجاه انقاذ نفسك وانك تحافظ على الباقي منها الطريقة اللي انت عايش بها دي هي بالزبط اللي بتأذي بها نفسك وبتقلل من امتك وبتقلل من ايمت نفسك استمرارك في التعاطف الزايد ده بيخلي النرجسي يسيء لك اكتر ويتلاعب بيك اكتر يسيطر عليك اكتر ويدمرك يوم بعد يوم لحد ما تنتهي تماما يبقى لازم تعرف ان تعاطفك ده بتقدمه المين ومين اللي ينفع تتعامل معه بالطريقة دي وتعرف حسن النية ده هيوديك لحد فين انت متحمل مسئولية ازية نفسك دي لان انت اللي بتساهم ان النرجسي يتلاعب بيك واستغلالك بالشكل ده الصمت يا جماعة اقوى سلاح ممكن تستخدمه في تعاملك مع النرجسي السام الصمت ده بيوصل رسائل في منتهى القوة والوضوح بتوصل للنرجسي وبتعرفه وضع الحقيقة بالنسبة لك بقى ايه صدقني انت هتلاقي نفسك بقيت شخص تاني خالص وبدأت تحس انك على الطريق الصحيح في انقاذ نفسك وفرعيتها كما يجب ياريت تكتبلي في التعليقات لو كنت جربت سلاح الصمت ده ولا لا وايه النتيجة اللي انت لقيتها بالرغم من الشكل الخارجي اللي بيبان عليه النرجسي واللي بيبان بيقدامك لخداعك ولكن النرجسي بشكل اساسي بيفتقر تماما الى قوة الشخصية اللي بيخدع بها اللي حواليه ما تخليش الشكل المزيف ده يخدعك اللي ان النرجسي اضعف مما تتخيل وغير الشكل اللي انت شايفه ده خالص علشان كده العلاقات النرجسية دايما بتدور حوالين التحكم والسيطرة على عقلك ويوم بتفهم النرجسي بجد وتفهم طريقته في التلاعب بيك والنرجسي بيوصلوا ده بيوصلوا ان خلاص ما بقاش قادر يتحكم بيك او يسيطر على عقلك ولا شخصيتك علشان كده النرجسي بيبزل مجهود رهيب جدا لمحاولة التحكم في ادراكك ورؤيتك للي حواليك النرجسي في حالة صمتك ده وفقدانه السيطرة عليك هيقول اي حاجة مهما كانت ويعمل اي حاجة مهما كانت علشان يتحكم في عقلك وفي رؤيتك للامور هيعمل كل اللي يخليه يقدر يوصل لهدفه معك وهيحاول كمان يقلب كل الناس اللي تعرفهم عليك هيقول كل حاجة كدبه وكل حاجة غلط لمحاولة انه يحصرك ويرجعك للوضع اللي كنت عليه قبل كده ويرجعك لسيطرته عليك مرة تانية النرجسي كمان هيستخدم قروض الطائرة علشان يشنعوا عليك ويتهموك باللي مش فيك يشوه صورتك قدام الناس اللي تعرفك بجد وبتحبك بجد الرهان يا جماعة حاليا هيكون على مدى حب الناس دول ليك واعلى ثقتهم بيك اهم حاجة في المرحلة دي السبات وعدم الضعف لازم تقاوم محاولاته دي وتعرف ان استمرارك معناه مزيد من الغضب ناحيتك محاولات دائمة كل ما يلاقي منك عدم استجابة مع الوقت محاولاته دي هتضعف وهيفقد قدرته عليك مجرد ما بتوصل لمرحلة الصمت دي انت كده افقدت النارجيسي قدرته على التلاعب بيك وبيفقد الامل في رجوعك لسيطرته وبيفقد الاحساس المزيف بالقوة والسيطرة خليك عارف ومتأكد ان الكذب مهما طال وقته لابد ان الحقيقة هتباني النارجيسي كذاب وكل حياته كذب في كذب نهايته المحتومة هي انه هينكشف برضو ويتعرف حقيقته علشان كده لازم تكون مستعد في حالة صمتك دي لاي ردود افعال من النارجيسي زي ما قلنا قبل كده تشويهك والاساء لشكلك قدام الناس او قدام اي حد تعرفه حط في اعتبارك وتأكد من ان الناس اللي بتحبك بجد مش ممكن هيسمعوا اي كلام مش حقيق عنك هيرفضوا اي اساء ليك مهما سمعوا انت في الوقت ده فعلا بتعرف حبيبك الحقيقيين انت كده كده كذبان كسبت معركتك مع النارجيسي السام وكمان اللي بيحبوك نفاء هيظهروا في الوقت ده وهتعرف مين اللي يستحق يفضل في حياتك من اللي ملوش مكان خالص في حياتك